شنت الأحزاب الحاكمة في العراق لاسيما الموالية لإيران هجوما حادا على مستشار رئيس الحكومة الحالي هشام داود بعد تصريحات له شكك فيها بشرعية قرار البرلمان إلزام الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من العراق بعد دعوة تبنتها أحزاب بعينها في كانون الثاني الماضي عقب مقتل سليماني والمهندس في غارة أمريكية ببغداد مستشار الكاظمي وأثناء مؤتمر صحفي قال إن قرار البرلمان لم يكن مطلبا وطنيا كما أن حكومة عبد المهدي المستقيلة لم تكن لها صلاحية قانونية للحوار مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن بشأن إخراج قواتها من البلاد ما تتحدث عن القرار قرار مجلس النواب الذي صدر حقيقة هو قرار بالجانب القانوني يجب البحث اثنين في لحظة التي صدر فيها كان الحضور لا يمثل كل أطياف العراق حتى يأخذ بعد الوطني الشيء الثالث المرجعيات الروحية والدينية بما فيه مرجعيات بالنجف أيضا كان لهم رأي حاجة العراق إلى المساعدة الدولية ليست مجال خصام سياسي ومزايدات بقدر ما هي حاجة نحن نقدرها لوضع البلد تصريحات هاجمتها كتل سياسية موالية لإيران ولجان برلمانية مطالبة بإقالة هشام داود من منصبه بعد أن أحرجت وفضحت تصريحاته ما كانت تخشاه الأحزاب وفي الواقع فإن تصريح مستشار كاظمي لم يختلف عن تصريحات سابقة مشابهة لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي بشأن شرعية جلسة النواب التي طلبوا فيها خروج القوات الأمريكية من العراق إحدى الخطوات التي قد تتخذها المجتمع الدولي هو إيقاف التعامل المالي مع العراق وأرجو من جنابك أن نتوضح للأخوات والأخوة النواب قد لا نكون قادرين على الإفاءة بالتزاماتنا المالية أمام مواطنين في أي لحظة ورغم مطالبات نواب الكتل الموالية لإيران المغلفة بضقوط طهران على وكلائها في البرلمان إلا أن مسؤولين حكوميين كشفوا بأن رغبة شركاء العملية السياسية المعلنة في خروج القوات الأمريكية هي ليست نفسها في السر فالشركاء أنفسهم ما زالوا بحاجة لبقاء القوات الأمريكية وبقاء مصالح واشنطن في العراق لكونها ممولا ماديا رئيسا للأحزاب وميليشياتها من خلال دعم أمريكا العسكري والاستشاري للسلطات الحكومية الذي يعلن عنه بين الفينة والأخرى وذهاب تلك المساعدات إلى فصائل الميليشيات قبل أن يتأثر ذلك الدعم بعقوبات ترامب على إيران وما تلاه من إدراج عشرات الميليشيات والشخصيات السياسية المرتبطة بطهران في العراق على قوائم الإرهاب